كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأعداد خطة لبدء تسويق الوحدات السكنية المتنوعة والتي قامت بتنفيذها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عدد من المدن الجديدة وخلال اجتماع نعقده مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الشريف الشربيني لمتبعة موقف تسويق الوحدات بمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استرد مدبولي حصرا للوحدات الجاهزة للطرح أو المشروعات التي يجرى تنفيذها حاليا سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة العالمين الجديدة وكذا المشروعات السكنية بالشريط الساحلي بأسوان الجديدة ومنطقة سور مجرى العيون وغيرها من المدن بإجمالي 38300 واحدة سكنية وفندقية مختلفة